اشتركوا في القناة راجل بمعنى الكلمة يعتمد عليه في كل شيء كمل بصحيح شوفي همام يا ابني انت طبعا عارف جدك حسنين واللي كان بيعمله في البلد وطبعا عارف هو مات ازاي طب وتفتكر ان الكلام ده مناسب انه يتقال فأول يوم الراجل ميت فيه والله يا سي همام انا كالرأي ما نتكلمش لو لاش بس الشيخ يوسف هو اللي اصر ان احنا نتكلمي للادي ده بس من عشامنا فيك همام يا اخوي اهل البلد متعشمين فيك خير وشايفيناك انت غير كل الناس اللي كانوا مع جدك دول كلهم قصد يعني تقصد يعني انهم عصابة بلطجية وحرمية وقتلة لا كفر للشر همام يا اخوي الموضوع مش كده هو بس يعني ايوة الموضوع بس يعني ان هم كانوا كانوا بياخدوا اتهوات واللي مش عاجبوا كانوا بيغرقوا له زرعوا او يسرقوا بهيموا او يحرقوا له محصول طب وليه نشوفها بالشكل ده ليه ما تشوفهاش على ان جدك الله يرحمه ويباش بشطوبة لتحت رأسه كان راجل محافظ على البلد وعلى خير البلد هو ورجلته احنا بس جايين يعني نسأل ياسي همام اذا كان يعني ايه انت هتمشي على ضرب جدك ولا يعني كنا عشان نعرف الترتيج بالزبط ايه همم ولا كيش اخلوس ايه زسمع كلام اشتركوا في القناة